والشات وأحنا وسهلاً فيك أبا الحكم ولكل من هم معنا طب اليوم راح يكون عندنا الفصل الرابع من كتاب ذهنك المخادع والدليل العلمي لمهارات التفكير النقدي للدكتور ستيفن نوفيلا وطبعاً اللي شافوا الحلقات الثلاثة اللي قبل لاحظوا أن أنا بدلت كلمة دماغك إلى كلمة ذهنك لأنها هي الأقرب إلى الترجمة الأصح يعني للميند وهذا نبهني عليه أحد المتابعين مشكور صراحة ما أذكر اسمه بس نبهني عليه وأنا أرحب في كل تعليقاتكم وصدقوني كلها تضيف إلي ولا تنتقص مني فإذا عندكم أي شيء في ملاحظات أو حتى نقد أو أي شيء بالعكس هذا هو هذا اللي أنا قاعدة أحاول خلال هذه الحلقات إني أبرز لكم وأبين لكم جمال النقد هو أنه يضيف للطرفين طيب نرجع الآن للفصل الرابع وهو عن عيوب الذاكرة وتلقيقاتها عفوا تخيل معي بأنك تحري خاص وأمامك شهود عيان لحادثة غريبة الأطوار وتخيل معي أن هؤلاء الشهود يبدون لك وكأنهم واثقين مية في المية ليس فقط من المعلومات اللي يسردونها أمامك بل أيضا في أمانتهم بنقل ما رأوه بدقة فالحادثة كما يؤكدون لك هي واضحة جلية بكل تفاصيلها الدقيقة في أدمغتهم وكأنها لا زالت تحدث أمام أعينهم وبغض النظر عن كون هذا الحادث متعلق بجريمة قتل أو سرقة أو حتى أي شيء غريب أو نادر نادر الحدوث مثل رؤية بركبات فضائية مثلا أو رؤية أرواح وأشباح أو جن أو بيكفوت أو أمنا الغولة أو أبو رجل مسلوخة أو الطنطل أو أي شيء آخر من هذا القبيل إلى أي مدى تستطيع أن تتق بشهادة هؤلاء الشهود أيضا فكر معي لثانية واسترجع من ذاكرتك أكثر ذكرى عزيزة على قلبك منذ كنت صغيرا في السن إلى الآن هل أنت مستعد للمفاجأة؟ إذن جهز نفسك على الأغلب أن كل الذكريات ما هي إلا شريط من الخيال من هذه المقدمة الدراماتيكية يبدأ الكاتب الفصل الرابع من كتابه مؤكدا أنه يعلم أن أغلب الناس لا يحبون أن يعتقدوا أن ذاكرتهم ممكن أن لا تكون محل كغة أو أن يكون بها عيوب لكن مهمته بهذه المحاضرة هي إقناعك بالكم الحائل مما تحمله ذاكرة البشر من العيوب وكما هي البصيرة التي قام بسردها في الفصل السابق وتقدرون ترجعون لها في الفصل الثالث فالذاكرة أيضا ليست جهاز تسجيل بريء من الأخطاء أي أننا لا نملك أجهزة تسجيل في رؤوسنا تعمل بالضبط كما تعمل أجهزة التسجيل للفيديوهات وذلك لأن ذكرياتنا برمتها ما هي إلا من تأليف أدمغتنا وهي بالواقع جزء من قصصنا الذاتية المتصلة ببعضها البعض والمتأثرة بما نفكر وما نعتقد أو على النموذج الداخلي لنظرتنا للواقع حولنا وللتوضيح أكثر يقوم الكاتب بتقسيم الذاكرة أو الذكريات بالدماغ إلى عدة أنواع فعلى سبيل المثال توجد ذكريات قصيرة المدى أي التي لا تتعدى مدتها لدقائق معدودة من حدث في الماضي وهذه النوعية من الذاكرة تحدث بالجزء الذي يسمى في الهيكل التشريحي لأدمغتنا مو مهم هناك ذكريات خاصة بالذاكرة العاملة وهي معنية بقدرتنا بالحفاظ على القليل من المعلومات في عقولنا لمدة زمنية أو مثل ما نسميها إحنا بالكمبيوتر مثل كاش ميموري في عقولنا لمدة زمنية كافية لمعالجتها بطريقة ما فإذا كنت تقوم بجمع بعض الأرقام مع بعضها البعض مثلا فأنت تستخدم ذاكرتك العاملة للحفاظ على تلك الأرقام لحين الانتهاء من العمليات الحسابية هذا أيضا مو موضوعنا اليوم موضوعنا اليوم عن ذكريات طويلة المدى وكما يوحي به الاسم فالذكريات طويلة المدى تخص المعلومات المنتشرة بالدماغ والمخزنة بها لفترات طويلة من الزبن وهذه النوعية من الذاكرة هي محط أنظارنا لهذا الفصل والذي يقوم الكاتب بالإسهاب في شرح ميكانيكيته لكن قبل أن يبدأ بسرد العيوب الشرعية في هذه الذاكرة يقوم ستيفن نوفيلا ببيان مدى قوة الذاكرة البشرية والتي أكدتها وبصورة مثيرة للدهشة أغلب التجارب الكلاسيكية أحد هذه التجارب قام بها العديد من علماء النفس كان آخره عالم النفس ريتشارد وايزمن فوصل لنفس النتائج السابقة وأكدها ففي هذه التجربة قام وايزمن بعرض عشرة آلات صورة مختلفة على شخصين لمدة أيام قليلة متتالية ثم قام بعد ذلك بعرض مجموعة أخرى من الصور عليهم وطلب منهم تحديد الصور المشمولة في العشرة آلاف صورة التي شاهدوها بالمجموعة الأولى وكانت النتيجة مذهلة ففي المتوسط تمكن الشخصين من التعرف الصحيح على 68% من العشر آلاف صورة وعلى ذلك استنتج بأنه من حيث القدرة المحضة لأن تصبح المعلومات وبالتحديد البصرية منها مألوفة بالنسبة لنا فالذاكرة البشرية ممكن أن تكون قوية جدا على الرغم من كل عيوبها فما هي إذن هذه العيوب؟ العيوب عديدة جدا وهي لا تقتصر على محدودية الذاكرة البشرية لإسترجاع معلومة ما مع أن هذا ما يعتقده الكثيرون مننا فكم من المرات نشعر بأننا نلاقي صعوبة كبيرة في تذكر شيئا ما عندما نريد ذلك ثم فاجأة تأتي المعلومة لنا بينما نحن نقوم بعمل آخر ولم نحاول أساسا استرجاع هذه المعلومة وهذا بالذات ما يقودنا للاعتقاد الخاطئ لأن كل مشاكلنا مع الذاكرة منشأها استرجاع المعلومة لكن ذلك ليس صحيح لماذا؟ لأسباب كثيرة أحدها أن بعض الذكريات لا تتشكل بالأساس أي أننا ممكن أن نجرب شيئا ما لكن هذا الشيء لا ينتقل من الذاكرة قصيرة المدى ليثبت في الذاكرة طويلة المدى وسبب آخر هو خاص بحقيقة كون الذاكرة تضعف مع مرور الزمن أي أن هناك فقدان حقيقي للمعلومات فالمشكلة إذن ليست فقط بصعوبة استرجاع الذاكرة الخاصة بهذه المعلومة بل ذاكرة المعلومة أو الذكريات الأصلية لم تعد موجودة ألا يبدو ذلك غريبا؟ ليس كغرابة السبب الثالث وهو حقيقة أن قصصنا بالذاكرة ممكن أن تندمج مع بعضها البعض أي ممكن أن تدمج أدمغتنا قصتين لا شعوريا ليتشكل قصة واحدة مترابطة أو حتى ممكن أن تصبح الذاكرة منسوخة بالتمام بمعنى أنها تتغير مع الزمن أو تتبدل سواء بالتفاصيل الصغيرة أو بالعموميات لكن قبل الدخول بهذا العالم الغريب العجيب من التعقيدات بالذاكرة دعونا نتطرق إلى آلية استرجاع المعلومة كما شرحها البعلث فالذاكرة طويلة المدى تنقسم لعدة أنواع أحد هذه الأنواع يكن بالذاكرة الضوئية اللحظية أو Flash Bulb Memory شايتين الكارتون، البكترز الكارتون اللي يحطون فوقها مثل صورة ضوء هذا هو اللي يقصدون فيه هو Flash Bulb Memory وهذه الذاكرة تكون بالعادة مرتبطة بالأحداث العاطفية المفاجئة مقارنة بالذاكرة اليومية الخاصة بالأحداث العادية من مثل ماذا تناولت بفطور اليوم أو أين هي مفاتح سيارتي وغيرها من أحداث الحياة اليومية ما يميز هذه النوعية من الذكريات أو الذكريات الضوئية اللحظية هي أنها تكون واضحة بأذهاننا بصورة مذهلة ومعززة ومؤكدة لأنها مصاحبة لأحداث عاطفية وفي الواقع كلما زادت قوة تجاربنا العاطفية وزاد تأثرنا بالحادث كلما زادت ثقتنا بدقة الذكريات المصاحبة له فنحن بطبيعتنا نتذكر الأمور العاطفية وبالأخص الصادمة منها أكثر من الأحداث الأخرى التي لا تصاحبها مشاعر عاطفية الأحداث الصادمة يصعب الإنفلات منها وتصبح مع الزمن ذكريات واضحة في أذهاننا ولمدة طويلة في عام 1992 قام بروفوسور في علم النفس نارش وزبيله نيسر بالقيام بعمل تجربة لأمية وستة من تلاميذهما مباشرة بعد انفجار السفينة القلائية تشالنجر في هذه التجربة تم أخذ بعض المعلومات من الطلبة عن تجربتهم الشخصية المصاحبة للحادث أي طلب طلب منهم وصف شعورهم وبدقة عندما سمعوا أن تشالنجر انفجرت حال انطلاقها وكان الغرض من هذه التجربة هو اختبار مدى دقة الذاكرة الضوئية اللحظية لدى هؤلاء الطلبة فالانفجار يطبق عليه ما يطبق على الذاكرة الضوئية اللحظية من حيث أنه أولاً كان حدث مفاجئ وغير متوقع بتاتن وثانياً كونه مرتبط بالمشاعر العاطفية وبعد مدة سنتين ونصف عهد البروفيسوران المسائلة لعدد 44 من 106 تلميذ بحكم تواجدهم بالجامعة آنذاك ثم قاموا بمقارنة المعلومات القديمة مع الحديثة لهؤلاء الطلبة لتسجيل مدى دقة ذكرياتهم من حيث أين كانوا وماذا كانوا يفعلون أثناء انفجار التشالنجر قبل سنتين ونصف وهكذا ومع أن مدة سنتين ونصف ليست بهذه المدة الطويلة ألا أن 25% أي ربع التلاميذ سجل الصفر من سبعة من حيث الدقة بالتفاصيل لتلك الذاكرة الضوئية اللحظية ونصفهم سجل أثنين أو أقل ما تم استنتاجه من هذه التجربة أن استرجاع الذاكرة وبصورة عامة لجميع أفراد المجموعة كان سيئاً للغاية والتذكر لم يكن لكل أو لا شيء من الحادث أي لم يكن وكأن التلاميذ تذكروا كل ما كانوا يفعلون أو لا شيء منه بالمرة بل الأغلبية كانت لهم بعض الذكريات لكنهم جميعاً واجهوا صعوبات كبيرة عند تذكر التفاصيل هذه النوعية من التجارب تم تكرارها مع الحادث الإرهابي على برجي التجارة العالمي بديو يورك في 119-2001 حيث قام كل من تالريكو وروبن بعمل استجواب مماثل لدراسة دقة الذاكرة الضوئية اللحظية ووجدوا أن الدقة والتناسق سواء للذكريات اليومية أو للذكريات الضوئية اللحظية تضاعفت مع الزمن ولذا فهم أخذوا الدراسات السابقة خطوة متقدمة أخرى بحيث أنهم لم يكتفوا بأخذ المعلومات لدراسة الدقة بالذاكرة الضوئية اللحظية الخاصة بحادثة 9-11 بل أيضا فعلوا نفس الشيء من نسبة للذكريات اليومية العادية علشان يقارنون بينها أي جعلوا المشاركين يسترجعون الحوادث مثل ماذا فعلوا يومين قبل الحادث وهكذا ومن ثم قاموا بمقارنة القدرة في استرجاع هذان النوعان من الذكريات أي الذكريات اليومية والذكريات الضوئية اللحظية وكانت النتيجة أنهم وجدوا بأن الذكريات بنوعيها وهنت وبنفس المعدل بمرور الزمن ولكن الفرق كان بأن الأشخاص الذين استرجعوا ذكرياتهم اليومية كانت ثقتهم بذكرياتهم قد قلت مع نقصان الدقة فيها بينما الأشخاص دوي الذكريات الضوئية اللحظية ظلت ثقتهم بالمعلومات عالية كما كانت وظلت ذكرياتهم واضحة وعاطفية أي أن الذكريات تباينت فقط بالمشاعر تجاه هذين النوعين من الذاكرة المثير بالأمر هنا أن الثقب الذكريات ليس مؤشر جيد لدقتها فنحن نفترض وبكل سداجة بأنه طالما كنا واثقين جدا بالذكريات وشعبنا أنها واضحة بحيث نستطيع أن نسترجعها بكل سهولة فهذا يعني أنها لا بد أن تكون دقيقة لكن الأبحاث التجربية لا تساند هذا الأفتراض والذين قاموا بالتجربة بالواقع غير متأكدون من سبب هذه الثقة الزائدة بهذه النوعية من الذكريات أو أين من شأها أو بمعنى آخر تقييمنا بثقتنا بالذاكرة وعلاقته بكيفية تكوين هذه الذكريات بالمقام الأول هو أمر غير مؤكد إن كان ناتج بنفس العملية العصبية التي تتم فيها عملية التذكر أو أنها عملية عصبية أخرى بمكان آخر من الدماغ تقوم من خلالها بتقييم ذكرياتنا وصحيح أن تذكرنا للتفاصيل يزيدنا بالثقة فيها لكن الذاكرة الواضحة لهذه التفاصيل كما أسرف الكاتب لا يعني أنها الدقيقة أنها دقيقة والاستنتاج النهائي لكل ذلك هو أن الذكريات الواضحة والتي تشعرنا بالثقة في دقتها هي بالواقع غير دقيقة بل قد تكون نسبة دقتها صفر من سبعة الغريب بالأمر أنه في بعض التجارب الأخرى تبين أن كون الشيء مألوف يعني تعوت عليه لدى الشخص فهذا لا يزيد ثقته فيه لدرجة كبيرة مع أنه بالعادة يكون أكثر دقة من الحالة المعروضة للذاكرة الضوئية اللهبية وعليه في النتيجة النهائية التي نخرج بها هي واحد أن ألفة الشيء والتعود عليه قد يكون مؤشر جيد لقليل من الدقة بتفاصيله بينما استرجاع المعلومة من الذاكرة عندما نشعر بأنها واضحة لا تكون في الواقع بتلك الدقة التي نعتقدها أي أن الثقة بتذكر شيء هذا ثانياً ليس مؤشر جيد لدقة أو لا يعني ذلك أن المعلومة دقيقة ألا يبدو ذلك غريباً؟ وفي موضوع متصل بعدم علاقة الدقة بالثقة هناك أيضاً ما يسميه العلماء النفس المتخصصين بالذاكرة باسم فقدان الذاكرة للمصدر أو source amnesia فكم مرة قلت أو سمعت أحدهم يقول قرأت ذلك بمكان ما أو سمعته من شخص ما لكن لا تسعفني الذاكرة حالياً للتأكد من المصدر ثم يقوم بسرد التفاصيل لك عما قرأوا أو سمعوا واتبوا بالتفصيل وهذا يعني أننا لدينا ذاكرة ضعيفة جداً لتذكر مصدر المعلومة حتى لو كنا قادرين على استرجاع الاقتباس ومن المثير للجدل عدم تكريس ذمغتنا للكثير من الموارد الخاصة بالذاكرة لكي ندرك مصدر المعلومة والسبب غير مفهوم فقد يكون سببه أن المصدر لم يكن ذات أهمية في تطورنا وعملية بقائنا اليومي أو ما نسميه علمياً بتطورنا البيئي فالمعيشة بين القبائل البدائية بأفريقيا على سبيل المثال لم تكن تتطلب مننا ذكر المصادر عند إعطاء المعلومة أو الاقتباس لكن الآن وفي بيئتنا الحضارية الأكثر تحقيداً حيث نتعامل مع المصادر العديدة للمعلومات فنحن مطالبون بتقييم مصداقية معلوماتنا هذه المعلومات لكي نقتبس شيئاً مفيداً عن تلك المعلومة ولذلك ففقدان الذاكرة للمصدر يعتبر مشكلة أساسية فكونك سمعت شيئاً ما من مكان ما لا يساعدنا كثيراً إن لم يكن لديك طريقة لتقييم مصداقيتها وشيء مشابه لفقدان الذاكرة للمصدر هو فقدان الذاكرة لكون المعلومة صحيحة أم لا فنحن نتذكر الإدعاء بسهولة أكبر من تذكرنا لحقيقة كون هذا الإدعاء مبني على قصة حقيقية أم على خرافة هناك دراسة شهيرة لسكومك أدقو في 2005 والتي بيّنت أن 27% من البالغين لم يميزوا إن كان التصريح المعروض عليهم قبل ثلاثة أيام فقط كان خبر صحيح أم مبني على إشاعة على الرغم من أنهم تم تنبيههم والإعلام بذلك في وقتها يعني جمعوهم وقالوا لهم قصة معينة وقالوا لهم إذا كانت القصة هذه إشاعة أو كانت قصة حقيقية نعم وأربعين في المئة من البالغين الأكبر بالسن قالوا عن التصريح المزيح المزيح بأنه صحيح يعني هم تذكروا ما تم القصة أو ما تم إسراده لهم لكن لم يتذكروا ماذا قال من سرد القصة عن هذه القصة هل هي إشاعة أم هي حقيقة وهؤلاء جميعا تذكروا بأنهم سمعوا التصريح ولكنهم لم يتذكروا إن كان مبني على قصة حقيقية أم القصة بيرمتها مفبركة وعلي قد تفرق بين الحقائق والإشاعات مثلها مثل تذكر مصدر المعلومة كلها قابلة للتلاشي بسرعة أكبر من تذكر الأشياء التي نتعود عليها أو نقلتها لكن التعود على الشيء عنده مشكلة مشكلة أنه يقودنا إلى التحييز الذاتي وهذا التحييز يزيد قوة بتكرار الشيء كما يفعل مثلا المؤمنون عندما يتناقلون قصص ويكررونها والأسوأ من هذا كله عندما نصل إلى مرحلة لا نستطيع بها أن نفرق بين القصص الحقيقية والإدعاءات وهذا له آثار كبيرة أو كثيرة سواء على مقدرتنا في خرق الأساطير أو في حملاتنا التوعية لنشر المعلومات على سبيل المثال وقلنا عن إدعاء ما بأنه خرافة لنقل مثلا العلاقة بين التطعيم ومرض التوحد فما يتذكره الناس وما سيقولون هو نعم أتذكر من قال أن هناك علاقة ما لكن لا أتذكر التفاصيل أي بصورة عامة الناس لا يتذكرون أنهم سمعوا بأنها أسطورة بل حتى قد لا يتذكرون أين سمعوا بهذه المعلومة هم فقط يربطون بين التطعيم ومرض التوحد والبعض منهم قد يتخوف من تطعيم أبنائه ويعرضهم للخطر بسبب ذلك وهذا حصل وقعد يحصل ويزيد في أمريكا بالذات وأوروبا يعني بالأيام بالشهور السابق الماضية ومثال آخر نجده فيما تنقلته وكالة الأخبار مؤخرا بتخوف المجتمع المدني من وجود الزرني خسام في عصير التفاح الذي يباع في الأسواق بسبب عصره مع البذور الذي تحمل هذه المادة وإذا بحثنا في التفاصيل طبعا والشيطان دائما بالتفاصيل كما يقال فإننا سنجد بأن المخاوف غير ضرورية بل ومبالغ فيها فحسب تقرير الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير فمستويات الزرنيخ في بذور التفاح المعصور أقل بكثير من المستوى المطلوب لسلامة الجسم البشري أي أن أتره لا يكاد يذكر لكن بما أن الموضوع صار شائعا فسوف نرى من يقول بأن هناك علاقة بين عصير التفاح والزرنيخ وقد لا يتذكر أين سمع المعلومة وقد لا يتذكر التفاصيل لكنه فقط يتذكر أن هناك رابط ما بين الأثنين فيثير الخوف بين منهم حوله بدون أي داعي علماء النفس أيضا يميزون بين الذكريات الموضوعية أي العامة الذكرة بالموضوع بشكل عام والذكريات التفصيلية ما نعني بالذكريات أو الذاكرة الموضوعية هو قدرتنا على تذكر لب أو جوهر أو كن الحدث أو حتى محتواه العاطفي الآن ومثال على ذلك ممكن أن نستقي من تاريخنا التطوري فعندما تذهب لمكان ما وتتفاجأ بوجود حيوان مفترس فكل ما ستتذكره بالمرات القادمة هو أنك عندما كنت في تلك البقعة بالذات كان هناك شيء خطير أفزعك وتتجنب الاتجاه لهذه الناحية ألا إذا اضطررت لذلك وبعد مدور مدة من الزمن قد لا تتذكر كل التفاصيل بما واجهته بدقة من ذلك المفترس لكن لب الحدث الذي تتذكره كافي ليجعلك تأخذ قرار يؤمن نجاتك وبقاءك التطوري في الواقع هناك أنماط مختلفة بالدماغ لكل ذكرة فنحن يمكننا أن ننظر أو لكل ذاكرة فنحن يمكننا أن ننظر إلى المسح الوظيفي عن طريقة تصوير بالرنين المغناطيسي MRI والذي يصور نشاطات الدماغ حسب التوقيت لكل نشاط أي يطلب من المشاركين بالتجربة أن يتذكروا حادثة ما بصورة عامة ويتم تسجيل نشاط الدماغ عندها ومن ثم يطلب منهم التركيز على التفاصيل ويتم التسجيل وهكذا والتسجيل هنا ممكن لأن تذكر نوعية المعلومة أي كونها عامة أو تفصيلية سينير أجزاء مختلفة من الدماغ على صورة الـ MRI كلهم حسب نوعية نشاط الذاكرة وذلك لأن تذكر تفاصيل الشيء هو تشريحياً عملية عصبية مختلفة عن تذكره بصورة عامة أو تذكر جوهر نحن أيضاً نميل إلى التركيز على المحفز الرئيسي ونتجاهل التفاصيل المحيطة فمثلاً يميل الشاهد لتذكر السلاح الذي كان يحمله المعتدي المزعوم ويتذكر التهديد لكنه لا يتذكر الأمور الأخرى أن يميل إلى التركيز على التفاصيل التي تؤثر عليه عاطفياً وعندما يطلب منه البوليس التفاصيل من مثل لون العين وماذا كان يرتدي وما ألوان ملابسه وتفاصيل أخرى من هذا القبيل فهو قد لا يتذكر تلك التفاصيل نهائياً وهنا بالواقع يحصل أملية تبادل تجاري بين تذكر الجوهر العاطفي للحدث وتذكر التفاصيل الدقيقة وللأسف فنحن جميعاً أفضل في تذكر الموضوع العاطفي العام ولسنا جيدين في تذكر التفاصيل والوضع لا يقف عند هذا الحد وحسب بل هو أكثر سوءاً من ذلك فنحن جيدين جداً بتبديل هذه التفاصيل وهذا يرجعنا لما ذكرنا سابقاً بأن الذكريات ليست سلبية أو بريئة من التحوير أي عندما تتذكر حدثاً ما فأنت لا تقوم باسترجاع ذكرياتك عن هذا الحدث بل تقوم بإعادة بناء هذه الذكريات خلال استرجاعك لها أنت تقوم بتطوير هذه الذكريات مع كل شيء تعلمته لاحقاً منذ آخر مرة خزنت بها المعلومات عن هذه الذكريات نحن نؤلف قصة في رؤوسنا عما حدث لنا بالماضي أو ما يحدث بالعالم وهذه القصة تكون خطوطها العريضة أو محورها الرئيسي هو الجوهر العام للحدث مختلطاً بالمشاعر ونقوم بتبديل وتغيير التفاصيل حتى تتطابق حوادث القصة فإن تم تهديدنا بالسلاح مثلاً فإننا سنبالغ بتذكر حجم المعتدي ونوعية التهديد حتى يمكن أن نتذكر أنهم فعلوا أمور لم يفعلوها بالواقع وذلك لكي تكون هذه التفاصيل مطابقة عاطفياً لجوهر الذكريات التي نحملها وعليه فالتفاصيل ليست فقط غير دقيقة لكنها أيضاً تحيزية بالجوهر فنحن نفبرك التفاصيل ونبدلها لكي نجعل القصة عاطفياً أكثر إثارة وتناسب حجم ما شعرناه ومثال آخر من الأمثلة الممتازة عن تغير الذاكرة مع الزمن ومن القصص التي تم توثيقها بصورة جيدة هو شهادة جين هيل اللي حادث اغتيال الرئيس الأمريكي السابق جون كيندي فجين كانت قريبة جداً من السيارة التي قتلت بها الرئيس الأمريكي السابق عندما انطلقت الرصاصات ولقد تم أقوالها بنفس اليوم الذي رأت فيه الحادث وتأكدوا من شهادتها بمجموعة الصور التي أخذتهم بنفسها بوسط كاميرتها الخاصة لكن المثير للدهشة أن النسخة الأولية من قصتها تم تحويرها وببطء على مر السنين لكي تطابق جوهر الحدث الذي تطورته هي بمخيلتها لاحقاً بعد انتشار إشاعة وجود مؤامرة ففي البداية كان تقريرها بسيط جداً وهو أنها لم ترى شيء أكثر مما حدث للرئيس والذي سجلته كاميرات الفيديو لكن عدا عن ذلك هي لم ترى أي شيء آخر لكن بعد برور عدة أعوام بدأت جين بزخرفة قصتها على القنوات الإعلامية بإضافة التفاصيل شيئاً فشيئاً فقالت مرة بأنها قد تكون رأت شيئاً ما في ناحية ربوة عشبية وبعد السنوات الأخرى قالت أنها رأت شخص في ناحية الربوة العشبية وبالنهاية استقرت على قول أنها تذكرت أنها جرت خلف شخص ممن كان يحاول أن يهرب من الربوة العشبية هذه التفاصيل تم إضافتها واحدة والأخرى على مر أعوام في كل مرة يتم فيها مقابلتها أعلامية جين تذكرت جوهر الحدث وتذكرت القصة التي تم تطويرها لاحقاً بأنه كانت هناك مؤامرة اشترك فيها أشخاص كثيرون قاموا بإطلاق الرصاص والتفاصيل تشكلت على مر الأعوام ووثقت من مقابلات مختلفة لتطابق تلك القصة مع أنها منفصلة تماماً عما رأته بالواقع كما تم توثيقه مباشرةً بعد الحادث الباحثون يسمون ذلك بالذاكرة الملوثة فنحن نجمج في ذاكرتنا التفاصيل مختلفة عما نجرب بعد حدوث الحدث وهناك عدة أبحاث تؤكد ذلك منها ما أقامتها لوفتس وآخرون عندما درسوا آلاف الحالات ووجدوا أن الأشخاص يدمجون تفاصيل مضللة لذاكرتهم البصرية سواء كان ذلك بسبب الأسئلة الموجهة التي يتم تقديمها لهم بدون قصد أو لحسابات أخرى شخصية فعلى سبيل المثال إن قمت بعرض فيلم فيديو لحد ثم وبعد ذلك سألت الحضور أسئلة موجهة من مثل ماذا كانت تلبس المرأة بالفيديو أنت تعلم أنه لم يكن هناك وجود لأي امرأة بالفيديو لكنك قصدت أن تسأل هذا السؤال ويمكن تحاولون تجربونه كمان ما سيفعله الحضور حين ذاك هو فرض أنه بما أنك قلت عن وجود امرأة فلابد أن للمرأة كان وجود بالفيديو وإلا لما كنت سألتهم هذا السؤال ومن هذه المقدمة الإيحائية سيبدونهم بملء الفراغات لشيء لم يروه بالواقع فيتذكرون التفاصيل ويذكرون لكما كانت تلبس تلك المرأة واعتمدين كلية على مخيلتهم التي لا يستطيعون التفرق بينها وبين الواقع أي سيتمكنون من رؤية التفاصيل ويتذكرها بوضوح لمجرد الإيحاء من طبلك عندما سألت سؤال توجيهي وهذه ذكرياتهم بالتأكيد هي خاطئة تم تأليفها بكل سهولة فقط عندما سألت هذه الأسئلة نحن أيضا لدينا الحاجة لتأكيد ما نعتقد أننا نعرفه عن الحدث الذي نحاول تذكره وذلك بتطويره حسب ما يعتقد الآخرون وهذه شخصيا لاحظتها معي كثيرا يعني لما أتذكر مثلا موضوع ما أقول عن موضوع ما يأتي شخص تاني مثلا يقول لا هي لم تحصل كذا هي حصلت بالطريقة الفلانية فأنا أكذب نفسي وأصدق الآخر مع أني أكون شيئا ذلك بعيني فأقول لا يمكن أنا غلطانة فأخذ أو يمكن أحور في داخلي قصتي بحيث أن تتطابق مع قصة الآخر وعلى هذا الأساس فالشهود العيان يميلون إلى تلوث قصص بعضهم البعض ليطابقوها دون أن يشعروا بذلك لأن هذا كله لا يكون بقصد بل أبعد ما يكون عن ذلك الشهود هم في الحقيقة أشخاص مخلصين وصادقين مع أنفسهم ومع الآخرين أي ليس لديهم دوافع لتأليف قصص مختلفة عما شاهدوها لكن هذه هي الطريقة التي تعمل بها الذاكرة ولا يوجد من لديه مناعة ولكي نحافظ على كل ذكرياتنا متطابقة ولا تعترض بعضها البعض فنحن نطور التفاصيل حتى تكون جميعها متطابقة وإذا كنا نحتاج لتحوير أو تأليف بعض التفاصيل للذكريات فإن أدمغتنا تعمل ذلك بكل سرور لملء أي فراغات أو يعني تعمل مثل تبيض لأي تناقضات وبالنهاية يصبح لدينا قصة متناسقة مقبولة حتى لو كانت تفتقر شديدا إلى الدقة وعليه فشهود العيان أو من ادعى رؤية المركبات أو الكائنات الفضائية UFO وتناقلوا قصص وحوادث غير متوقعة مثل أضواء بالسماء وصحن دائري وغيرها من المشاهدات قد يعطون جميعهم قصص متطابقة وهذا التطابق ممكن أن يفسر وكأنه دليل على أنهم بالفعل رأوها لكن ما يحصل بالواقع وأن تناقل الأخبار والتفاصيل فيما بينهم عما رأوا أو قرأوا أو شاهدوا على أجهزة التلفاز أو سمعوه على الراديو هو ما لوث ذاكرة كل منهم وسبب في دمج التفاصيل التي زودها لذاكرة بعضهم البعض بصورة غير مقصودة والأغرب من كل ذلك أنه بإمكاننا أن نقوم بفبركة حتى جميع التفاصيل الصغيرة للحادث فنخترعها لملء الفراغات كي نخلق بالنهاية قصة متناسقة الأحداث وكي نقوي لب الموضوع عاطفيا وهذا يرجع لحقيقة كون ذاكرتنا عبارة عن بنيان مفبرك بالأساس وليس مجرد جهاز تسجيل للواقع فكيف يقوم الدماغ بعمل ذلك في الحقيقة إن مغتنا ممكن أن تقوم بهذه النشاطات بطرق عديدة فعلى سبيل المثال وليس الحصر عندما يرف لنا جفن فإننا نفقد ثواني في الحقيقة دماغتنا ممكن أن تقوم بهذه النشاطات بطرق عديدة فعلى سبيل المثال وليس الحصر عندما يرف لنا جفن فإننا نفقد ثواني من المعلومات البصرية فتصبح هذه المعلومات مقطعة تماما مثل تقطيع فيلم سينمائي لما فيه دعايات in between فيتلاشى الدماغ هذا التقطيع المستمر فأنه يقوم بوصل المعلومات البصرية بخيط متصل وهذا لا يحدث فقط باللاوعي بل ممكن أن يتم ونحن في تمام الوعي فنحن نقوم بربط الأشياء التي نستشفها عن حادث ما ببعضها البعض لخلق جوهر للقصة تكون معقولة ومقبولة بنظرنا ثم نقوم بملء كل الفراغات بعد ذلك هذه العملية تسمى الفابيوليشن أو التركيب أي أننا مثل ما نركب البوزل نركب هذه ناخد معلومة من هنا ومعلومة من هنا ونركبها مع بعض أي أننا نركب أجزاء وتفاصيل للقصة كلما ما احتجنا لذلك حتى تبدو لنا وللآخرين أنها متسقة الأحداث هناك الكثير من التجارب التي تبين ميل البشر إلى خلق هذه التراكيد فعلى سبيل المثال هناك دراسة شهيرة قام القائمون عليها بعمل عرض مسرحي لحادثة سرقة وهمية في مكان عام اشترك فيها أثنين ممن شاركوا بالدراسة النفسية في تمثيل السيناريو في هذه التمثيلية يصرخ أحدهم بقوله لقد سرق أحدهم جهاز الراديو الخاص به هنا يقوم بتدخل البوليس والذين هم بالواقع ممثلون أيضا في ملابس الشرطة ليقوموا بتسجيل الحادث وأخذ شهادة الشهود ومن المثير للضحك أن الناس الموجودين بمكان الجريمة المزعومة يقومون بتقديم أوصاف الراديو وأوصاف شخص مريب قد يكون هو من سرق الراديو مع أنه بالواقع لم يكن هناك وجود للراديو أصلا ولم يسرق أحد شيئا لأن السيناريو بأكمله كان مجرد مسرحية لكن بمجرد الإحاء للموجودين بأن هناك راديو وأن هناك شخص ما قام بسرقته فهؤلاء مستعدين للشهادة ويقومون بدورهم في خلق كل التفاصيل التي يحتاجون لها كي يجعلوا القصة الوهمية تبدو معقولة يعني شاهد ما شفش حاجة هناك أيضا عملية تسمى بالتركيبات الإجبارية أو Forced Confabulation في هذه العملية يقوم فيها الأشخاص القائمين على التجربة بإلقاء أسئلة توجيهية يعني هذه تحصل مقصودة لنقل مثلا عن فيلم تم مشاهدته قبل أسبوع وتكون هذه الأسئلة موحية لمشاهد لم تعرض بالفيلم أي أن يكون التوجيه مقصودا حتى نقوم بخلق التفاصيل لملء الفراغات في قصتنا وأغلب الأحيان تصبح هذه الذاكرة غير مميزة عن الذاكرة الحقيقية أي أن الذاكرة التي خلقناها أو أدخلنا بها التفاصيل تبدو لنا كذاكرة حقيقية تتعلق بتجاربنا الفعلية لكنها ليست كذلك وليس لدينا طريقة لمعرفة الفرق هذا يسمى أيضا بتأثير راشامون أو راشامون أفكت أصل هذا المصطلح مأخوذ من الفيلم الياباني راشامون للمخرج كروساوا ياباني الذي عرض في عام 1950 راح نحط لكم رابط عليه على فكرة الفيلم جدا مسلي وقصة الفيلم تدور حول جريمة اقتصاب وقتل الجريمة واحدة لها شهود أربعة وكل شهادة تختلف كليا عن غيرها يبين المخرج بهذا الفيلم المذهل وبصورة فنية رائعة كم ممكن أن يكون الاختلاف بالشهادات كبيرا لنفس الجريمة وكل شاهد له منظور خاص به وفلتر خاص به وذاكرة خاصة به وعليه فعندما يتم مقارنة شهاداتهم في آخر الفيلم يتبين كم هي كبيرة عدد المفارقات في تفاصيل نفس الحدب الذي رأوه جميعا وبنفس الوقت قد تكون عزيزي المشاهد مررت بتجربة مماثلة في أكثر من مرة وأنا أعترف بأنني مررت بها كثيرا في جدالاتي سواء بالنت أو بالحياة فكم من المرات كنت في حوار أو جدالات ساخنة مع أحدهم لمدة ساعة أو نصف ساعة مثلا بأمر اختلقتما علي أو اختلتنا علي ثم بعد ذلك عندما تهدأ الأمور وتقومون بمراجعة ومقارنة ما ذكرتموه كي ترجع المياه لمجاريها بينكما تصابا بالدهشة عندما تراجعان ذكرياتكما عن من قال ماذا أي أنكما تجدان أنفسكما مختلفان وبشدة لما حدث للتو قبل أن تهدأ الأمور وقد تقولون وقد تقول يا ليت كان لدي كاميرا لتسجيل ما حدث لأن ما يقوله الآخر الآن مختلف تماما عن ما حدث بيننا لكنك بنفس الوقت غير واعي بأن ذاكرة كما هي ذاكرتك كما هي ذاكرة الآخر وذاكرة كل من كان بالغرفة إنما هي ذاكرة انحيازية ومفبركة وبها عيوب ولهذا السبب فالذاكرتين لا تتفقان لأن لكل منكما منظور خاص وفلتر خاص به القدرة على عمل التراكيب قد تقود إلى ما نسميه بالذاكرة الخاطئة وهذا أمر قد يكون في غاية الخطورة ففي عام 1988 قام كل من ألن باس ولورا دايبس بنشر كتاب بعنوان الشجاعة كي تتمكن من الشفاء وبالانجليزي The Courage to Heal في هذا الكتاب روجت المؤلفتان لفكرة وباء سموه بمتلازمة الذاكرة المقبوطة أو Repressed Memory Syndrome وفيه ذكروا أن الكثير من الناس وخاصة النساء ممن يتم الاعتداء الجنسي عليهم أو حتى كانوا ضحايا الطقوس الشيطانية الغريبة هؤلاء تشكلت لديهم ذاكرة دراماتيكية مكبوطة تجسدت بعد ذلك عندما بلغوا كاكتئاب أو كقلق أو اضطرابات بالعادات الغدائية أو مشاكل فيزيولوجية أخرى والحقيقة أن ما قامت المؤلفتان بعض ضرق وباء هو ما نعرفه اليوم كمتلازمة الذاكرة الخاضية وهم كانوا قد قدموا طريقة علاج لهذه المتلازمة يحث المريض على تذكر تفاصيل الحادثة الخاصة بالإيذاء الجسدي والتأكيد عليهم بأن أول شيء عليهم أن يفهموا هو أن جميع مشاكلهم الصحية ما هي إلا تجسيد لما تعرضوا له بالطفولة أي أنهم بدأوا من هذه المقدمات ثم طلبوا من مرضاهم أن يتخيلوا لحظة تعرضهم للاختصاب وتدوين المعلومات والتفاصيل من مثل من هو المتهم وكيف تم الاختصاب وهم غير داركين أنهم بهذه المقدمات الإيحائية كانوا قد وضعوا حجر الأساس لوصفة جيدة في صناعة الذاكرة الخاضية وهذا قاد آلاف الحالات ممن تم علاجها بهذه الطريقة إلى أن تقوم بخلق ذكريات عن إساءات شديدة تعرضوا لها عندما كانوا أطفال بصورة يقينية وكأنها حقائق معتقدين أن ما يملكونهم من ذاكرة متراكبة هي ذكريات حقيقية ليس ذلك وحسب بل أن هناك من تم الحكم عليهم بالسجن للقيام بجرائم لم يرتكبوها ولا دليل مادي عليهم غير ما تم تسميته بالذكريات المستردة أو بالأصح الذكريات الخاضية بوب هوبكنز ومثال آخر على كيفية صناعة الذاكرة الخاطئة وبكل سداجة هوبكنز هو شخص يحترف الرسم وتحول بقدرة قادر إلى تحري خاص يفك رموز مدعي الأختطاف من قبل الكائنات الفضائية وكانت تقنيته بالبحث هي استخدام التنويم المغناطيسي في مسائلة الأشخاص الذين شكوا في كونهم تم اختطاط فيهم من قبل هذه الكائنات ما كان يحدث بالواقع أن أحدهم مثلا قرأ كتاب ما أو شاهد برنامج تلفزيوني عن الاختطاف بواسطة الكائنات الفضائية فشك إن كان شيء كهذا قد حصل معه وخصوصا إن كان قد شعر بأشياء غريبة تحدث حوله ولا يرى تفسير لها وعندها يضع هذا الشخص نفسه تحت رحمة شخص مثل بوب هوبكنز الذي يستخدم التنويم المغناطيسي كي يسترجع الذاكرة الخاصة باختطافه من قبل الكائنات الفضائية والتي يعتقد أنها مكبوتة جزئيا لسبب أو آخر وتحت التنويم المغناطيسي يصبح الشخص في حالة كالطين قابلة لسهولة التأثير عليه فيقوم بتقنيم أسئلة موجهة وموحية بصورة كبيرة بحيث يشجعهم على التخيل بأنه بالفعل تم اختطافه وعليه فهل من غرابة إذن أن يظهر السيناريو النموذجي للاختطاف بعد جلسات التنويم المغناطيسي لجميع زبائنه والذين يأتون ليؤكدوا بعدها أنهم تذكروا جيدا بأنهم كانوا مخطوفين من قبل هذه الكائنات بينما في الحقيقة هي أن كل هؤلاء تعرضوا إلى شكلا آخر أو آخر من الذاكرة الخاطئة نعم من السهل جدا أن نقوم بخلق ذاكرة خاطئة وبإمكانك تجربة ذلك بنفسك تستطيع مثلا أن تعطي رفاقك قائمة بسيطة بأسماء ومن ثم تطلب منهم تذكرها مع الإحياء بموضوع ما يربط بين هذه الكلمات وبعد ذلك تريهم قائمة أخرى بها كلمات لم تكن موجودة بالقائمة الأولى لكنها تشبهها أو تشاركها بالموضوع العام فسوف تجد أنهم لخبطوا بين القائمتين أو خليني أشرحها بطريقة أفضل يعني على سبيل المثال إذا أعطيتهم أسماء عشرة أنواع من الفاكهة يعني مثلا في القائمة الأولى وأسماء لعشرة أنواع أخرى من الفاكهة مختلفة تماما في القائمة الثانية وطلبت منهم تحديد بعض الأسماء المشتركة بالقائمة يعني طبعا الأولية شافوها وخذيتها منهم وعطيتهم الثانية وقدت لهم شوفوا لي أي من الأسماء مشتركة بالقائمة الأولية اللي شفتوها وهم قد يتذكرون رؤية بعض الفواكهة من القائمة الثانية في القائمة الأولى مع أنها لم تكن موجودة أي أدمغتهم هي التي خلقت تلك الكلمات في القائمة الأولى لأن كلتا القائمتين مشتركين بالموضوع الأساسي واللي هو أنواع الفواكه الإحاء كان أنواع الفواكه لكن الفواكه اللي كانت في القائمة الأولى مختلفة عن القائمة الثانية الأطفال على وجه الخصوص على فكرة هم معرضين للإحاء والذاكرة الخاطئة أكثر من غيرهم وهناك أيضا الضغط المجتمعي أو الاجتماعي والعوامل المحفزة الأخرى التي تجبرنا بأن نطابق ذاكرتنا مع ما تم إيحاؤه لنا والدراسات بيّنت أن هناك تجارب شخصية وهمية خلقت من مجرد الإيحاء بها بمعنى أنه تم عمل دراسة لخلق ذاكرة لأشخاص قاموا بأكل الفشار فقط بعد تعريضهم لصور آخرين يقومون بهذا العمل السوري ففي سبيل المثال قام مجموعة من المختبرين بوصف نوع من الفشار لبعض الناس بأنه له طعم كذا وهو جديد بالأسواق ونكهته كذا وله ملمس غير عن الفشار العادي وهذه الأوصاف وبعد أسبوع تم سؤالهم إذا كانوا هل أطيناكم تذكرون الفشار اللي تكلمنا عنه المرة الماضية هل أطيناكم منه هل كليتوا منه فأعتقد أطيناكم جربتوا شرايكم فيه فذكر نسبة منهم أنهم بالفعل تذوقوا مع أنه لم يتم تقديمه لهم بتاتاً ما فعله هؤلاء الحضور هو دمج المواصفات التي سمعوها أو قرأوها أو تذكرها أحد لهم وتذكروها بوضوح أصحاب المهن الحساسة من الوقوع في مصيدة تدوين التاريخ غير الشرعي أو غير الحقيقي للحوادث ومنهم من العاملين في سلك الشرطة أو الطب أو العلاج بأنواعها ففي أي وقت يقوم هؤلاء بتدوين المعلومات التي تتطلب الذاكرة من أي شخص أو التذكر من أي شخص عليهم أن يضعوا بعين الاعتبار النزع الهائلة لدى هؤلاء بأن يكونوا معرضين للإيحاء وبالتالي يشجعونهم على خلق ذاكرة خاطئة بدون أن يقصدوا ذلك يعني يجب أن تكون الأسئلة غير موجهة وهو يقول لهذا السبب أنا شخصياً كدكتور هذا المؤلف يقول كدكتور محاضر لعلم الطب بالجامعة دائماً ما أعلم تلاميدي بأنه عندما تقومون بأخذ التاريخ الطبي للمريض عليكم بالانتباه من نوعية الأسئلة التي تطرحونها بحيث لا تكون أسئلة توجيهية فالأسئلة يجب أن تكون مفتوحة لعدة احتمالات وتركوا لمرضاكم مهمة إملاء التفاصيل بأنفسهم فإن سألتم أسئلة توجيهية كمثل هل تشعر بألم في كتفك الشمال فإنك ستقوم أوتوماتيكياً بخلق كمية معينة من الإحاءات الابتراضية التي ستوجه جوابه ناحيتها فنحن كما يقول المؤلف لا نحتاج فقط للانتباه على عدم تشجيع الناس على خلق ذاكرة خاطئة لكن علينا أيضاً أن نؤكد على وجود تأكيد وأدلة على هذه الأقوال من جهات خارجية على أرض الواقع ومن الجيد أن نعرف أن المحاكم اليوم يجتهدون بوضع ذلك الاعتبار طبعاً هو يقصد المحاكم الأمريكية وليست محاكم الشريعة التعيسة اللي يطلبون شاهد رجل وأمرأتان أو رجلين أو رجل وأمرأتان وهذه الأشياء أو أربع حتى من الشهود فالمحاكم لديها هاليوم المحاكم بأمريكا لديها تحذيرات كثيرة من شرعية شهادات الشهود العيان والعاملين فيها يحرصون على التحقيق من أي شهادة وشاهد بمقارنتهما مع أنواع أخرى من الأدلة الموضوعية دوخنا راسكم لكن ختاماً كي نلخص كل ما ذكر المؤلف بهذا الفصل عرفنا أن الذاكرة مفبركة وبصورة كبيرة فكل مرة تتذكر شيئاً ما فأنت تقوم بأعادة خلق الذكريات بتطويرها وتغيير تفاصيلها وأن الذكريات تتغير وتتراشع على مر الزمن فنحن نفقد التفاصيل المهمة عن مدى دقتها وأن الذكريات ممكن أن تندمج مع بعضها البعض فنأخذ تفاصيل حادثاً ما ونلصقه بحادثاً آخر وممكن أن تتحول الذكريات إلى قصص مختلفة تماماً وخاصة بنا وأيضاً نحن لن نستطيع أن نفرغ بين الذكريات الحقيقية وتلك المفبركة أو الخاطئة وثقتنا وهذا الشيء مهم ثقتنا بالذاكرة أو مدى وضوحها ليس مؤشر جيد لدقتها يعني لا تقول لي والله أنا كنت هناك موجود وشفت بعيني وأتذكر جيداً وكأن الشيء جدام عيني يحصل الآن أنت وثقتك بهذه الذكريات ليس مؤشر جيد لدقتها وبالنهاية فمن السداجة بمكان أن تكون لدينا الثقة المطلقة في ذاكرتنا الشخصية وقد يكون الاعترام بذلك مزعج بالنسبة لنا لكنها خطوة مهمة في محاولة أن نكون واقعيين ومعترفين ومدركين لمحدودية وعيوب الذاكرة البشرية فهذا سيساعدنا على تجنب الاستنتاجات الخاطئة وعدم الشروع في النزاعات غير الضرورية أثناء مناقشاتنا فكم من المرات دخلت في جدالات عقيمة مع أحدهم عن ذكرياتكم المختلفة عن نفس الحادث علينا أن نفهم ونعترف بأنه وبدون وجود دليل موضوعي خارجي على الحدث بحيث يمكن أن طريقه تقيم مدى دقة الذاكرة فأنت لا تعلم مدى دقة ذاكرة تكالها وعليه فإدراك عيوب الذاكرة هي خطوة مهمة في المضي برحلة التفكير النقدي الصحيح والذي هو لب وجوهر هذا الكتاب في الحلقة القادمة الموضوع سيكون جدا جميل وهو عن إدراك النماذج أو pattern recording ترجمة نانسي قنقر